اشتركوا في القناة الفصل الثاني السؤال الأول سيكون هذا الملخص على شكل سؤال وجواب سؤال أول ما معنى الإيمان بالله الجواب الإيمان هو التصديق أن الله هو الخالق والمدبر لكل شيء في هذا الكون والمتصف بصفات الكمال إذن الإيمان هو التصديق عبارة المناسبة هو التصديق أن الله الخالق المدبر يفعل ما يشاء خالق لكل شيء في هذا الكون متصف بصفات الكمال سؤال الثاني ما هي الدلائل والبراهين على قدرة الله تبارك وتعالى معنى الحجة والدليل على أن الله عز وجل قادر على كل شيء أولا دليل من النبات قوة الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى ظاهر التعاقب الشمس والقمر لعد الأيام والأشهر والسنوات هذا دليل على قوة الله تبارك وتعالى النجوم النجوم علامات للإهتداء بها في الطريق دليل خلق الإنسان خلق الله عز وجل آدم من نفس واحدة ثم تناسل وتكاثر البشر على الأرض هذا دليل على قوة الله دليل الماء الماء ينزل من السماء ليحيي الأرض ومن فيها كذلك هذا دليل على قوة الله تبارك وتعالى طيب بماذا كرم الله تبارك وتعالى الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات كرمه بالعقل هذه معروف عن الله عز وجل كرم الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل لماذا سخر الله تبارك وتعالى للإنسان الشمس والقمر والنجوم للعد والحساب الأيام والأشهر والسنوات وتحديد الوقت بلا تسابق ولا تداخل عرف الطهارة لغة نتبهم لها طهارة لغة هي النقاء من الأوساخ الحسية والمعنوية عرف الطهارة شرعا هي إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن الثوب والجسم ومكان الصلاة ما هي أنواع الطهارة؟ عدنا طهارة معنوية أي غير ملموسة من المسوهاش معنوية هي باطنية والتي هي طهارة القلب وعندنا طهارة حسية ظاهرية التي هي طهارة الأعضاء ولا طهارة الجسم ما المقصود بالطهارة المعنوية؟ الطهارة المعنوية هي طهارة الروح والنفس من الشرك والحقد والكراهية بواسطة التوبة إلى الله ما هي أنواع الطهارة الحسية؟ الطهارة الحسية هي طهارة من الخبث إزالة النجاسة من ثوب المصلي وبدانه ومكانه والطهارة من الحدث تكون عن طريق الغسل أو الوضوء ما هي أنواع الطهارة؟ طهارة مائية الغسل والوضوء وعندنا طهارة ترابية عن طريق التيمم ما حكم الطهارة؟ الحمد لله ما حكم الطهارة؟ حكمها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل كل مسلم بالغ عاقل فطهر في حقه واجبة ما الفائدة من الطهارة؟ شيء الفائدة التاحة؟ أداء العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف ما الدليل على وجوب الطهارة؟ شوى الدليل على وجوب الطهارة؟ قوله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله وثيابك فطهر ومن السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير الطهور ما الحكمة؟ شيء الحكمة ولا الغاية من الطهارة؟ نظافة الثوب والمكان والبدن تطهير النفس محبة الله تبارك تعالى ورسوله والناس ما معنى النجاسة؟ النجاسة هو ما يخرج من الإنسان من بول وغائط البول والغائط عبارة عن نجاسة طيب عرف الوضوء لغة انتبه منها لغة الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسنة أما الوضوء شرعا هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة بنية التعبد إذن الوضوء لابد أن يكون بنية التعبد ما حكم الوضوء؟ الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا عنده زوج حالات متى يصبح الوضوء واجبا؟ الوضوء يكون واجبا إذا كان للصلاة أو للطواف أو لمس المصحف في هذه الحالة الثالث يكون الوضوء واجبا ما الدليل على وجوب الوضوء في تلك الحالات؟ من القرآن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى إذن هذا الحالات الدليل على أن الوضوء واجب ما هي الفضائل والحكمة من الوضوء؟ الوضوء يمحو الله به الذنوب والخطايا يرفع به درجات عند الله تبارك وتعالى ويكسب الجسم البهاء والنظافة ما هي فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرافقين ومسح الرأس هذه فرائض الوضوء كذلك ما زالت من فرائض الوضوء كذلك غسل الرجلين إلى الكعبين الدلك وإمرار اليد على العضو الموالات وهي عدم التفريق بين أفعال الوضوء وعلى شكل متولي الموالات معناها عضو يلي عضو عضو يلي عضو من فرقوش بلتهم بزمن طيب الآن سنن الوضوء ما هي سنن الوضوء؟ أي مستحبات غسل اليدين إلى الكوعين المضمضة الاستنشاق والاستنثار تجديد الماء لمسح الأذنين مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما رد مسح الرأس الردة رد مسح الرأس وترتيب الفرائض إذن هذه كلها سنن الوضوء المستحبات إذن هذه السنن من باب أنها كونة ثابتة عن سنة نفس السلام مش تابتة بالقرآن طيب فيه فرق بين السنن والمستحبات انتبه هذه السنن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها في الوضوء طيب المستحبات الوضوء في مكان طاهر استقبال القبلة التسمية قول بسم الله استعمال السواك وتقليل الماء عدم تبذير الماء كذلك من مستحبات الوضوء تقديم اليد والرجل اليمنى بدء باليمين المبالغة في المضمضة والاستنشاق الغسلة الثانية والثالثة ترتيب السنن مع الفرائض والدعاء بعد الوضوء هذه كلها من مستحبات الوضوء ما هي نواقض الوضوء الوضوء ينتقض كل ما يخرج من بول أو غائط ينقض الوضوء كذلك خروج الريح ينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون هذا ينقض الوضوء مس الفرج باليد بدون حائل ينقض الوضوء الشك في انتقاض الوضوء ما هي أنواع الطهارة المتعلقة بالصلاة؟ عندنا طهارة حسية أذكر خطوات الوضوء غسل الكف ثلاث مرات المضمضة ثلاث مرات قبلها النية وقول بسم الله عند الوضوء كذلك استنشاق ثم الاستنثار ثلاث مرات غسل الوجه كاملا ثلاث مرات أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات والبدع باليمين أمسح الرأس من مؤخرة الرأس ثم أعود مرة واحدة أمسح أذني مرة واحدة أغسل رجلي إلى الكعبين والدعاء بعد الانتهاء من الوضوء بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله